نعم الله لا تعد ولا تحصى ومن أعظم النعم أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن كنا أتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن كنا على هذه الشريعة شريعة الإسلام قد يعني البعض لا يشعر بهذه النعمة لأنه ولد مسلم أصلا لكن لو تذهب مثلا إلى بلاد الغرب إلى بلاد فيها الغير المسلمين أكثر يظهر لك فضل الإسلام عندما رأى الصحابة رضو الله عليهم رأوا الجاهلية ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام عرفوا فضل الإسلام حتى أن بعض من يكتب من العلماء عندما جاء يتكلم عن الإسراء والمعراج قالوا هذا تشريف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم تشريف للأمة فضل الإسلام أَوْ بِالِلَّيْوَا